استخدمت القوات الأمنية العصي والصواعق لتفريق اعتصام للخريجين أمام المنطقة الخضراء وقال المعتصمون أن قوات مكافحة الشغب رفعت الخيام واعتدت بالضرب المبرح على عدد من المتظاهرين مهددة إياهم بالسجن في حال تكرار الاعتصام وأكد المعتصمون أن ذلك الاعتداء هو الثالث من نوعه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما طالب المتظاهرون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل بمحاسبة قوات مكافحة الشغب وازدواجية التعامل مع تظاهرات الأحزاب والتظاهرات الأخرى